بيبقوا مع ربنا بشكل مش طبيعي ويقال كده انه الشخص اللي جواه غل أو حكد أو الشخص اللي مش كويس اللي متداري عن عيون الناس ومش قادرين يعرفوا حقيقته هم يعرفوه ويبقوا مش عايزين يتعاملوا معاه قد ايه الجمال قد ايه هم جمال عشان انا بحبهم بجد جدا لاني اتعاملت معاهم وشفت فيهم حاجات اتمنيت انها تكون فيها تخيلي ساعتك اقول حضرتك فكرتني بقصة حلوة اوية لواحد من زوي الهمم الخاصة ربنا نزل فيه قرآن 16 آية تتلى الى يوم الدين نتعبد بها الله رب العالمين من زوي القدرات الخاصة ومن زوي الهمم الخاصة سيدنا عبد الله ابن ام مكتوب ايه هو اسمه اصلا عبد الله ابن قيس ابن زائدة هو خلي بالحضرتك فيه صلة بينه وبن سيدنا النبي ده من كبار العائلات كان ابن خال السيدة خديجة بنت خويلت عبد الله ابن ام مكتوب وكان اعمل من زوي القدرات الخاصة من زوي الهمم الخاصة قصة لكل الناس قصة ايجابية جدا لكل واحد مش من زوي القدرات الخاصة وقصة ايجابية جدا لكل واحد من زوي الهمم الخاصة وقصة فيها امل عجيب وفيها عزيمة لا تلين عبد الله ابن ام مكتوب وكان اعمى انزل الله في قرآن يطلق الى يوم الدين عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك الى اخره طب هو ينفع اقول الاعمى ينفع اذا كان على سبيل الاخبار لا على سبيل التنقيص ايه طبعا ده مهم جدا على سبيل الاخبار مش على سبيل التنقيص عبد الله ابن ام مكتوب مكي من اوائل المسلمين جاء الاسلام فكان اول المسلمين نزل القرآن فكان اول القارئين نزلت الاحكام فكان اول المتعلمين لذلك كان بيتعرض لسيدن النبي كثيرا عشان يعلمه واوزي في الله كثيرا وهو اعمى واوزي كثير جدا في مكة ولما جات الهجرة كان اول المهاجرين من اول من نزل المدينة هو مصعب ابن عمير عبد الله ابن ام مكتوب وكان دعية الى الله رب العالمين وانتظر سيدن النبي هاجر سيدن عبد الله ابن ام مكتوب الى المدينة ربنا يبارك في اهلها جميعا يا رب وصل اليها انتظر سيدن النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيدن النبي لما شرعت الصلاة وجاء الأزام كان مؤذن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شو في الهمة